موسيقى قبل ما نبدأ في المقطع يا لهبيين حبيت اوضح نقطة معينة زي ما تعرفون الآن وقاتس اختبارات واغلبكم يعني عنده اختبارات وانا ايضا عندي اختبارات فاللي ابي اقوله يعني يا لهبيين انه ممكن ما ننزل يوميا مقطع في قناتنا ممكن يوم بعد يوم او كل يومين ننزل مقطع انه زي ما تعرفون فترة اختبارات وضغط علي اني انزل كل يوم مقطع فاتمنى انكم تعذرون يا لهبيين وبمجرد ما تنتهي الاختبارات راح نرجع لدمر اليوتيوب سويا الله يوفقكم في اختبارات ان شاء الله تجيبون درجات زي النار يلا نخش في المقطع اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ردمشن 2 زي اللهب طبعا في هذا المقطع راح نروح اخطر مكان في عالم ردد ردمشن 2 فتعالوا ننبرج سويا ونخش في المقطع اولا في المستنقعات وتحديدا بعد منتصف الليل راح تظهر مهمة سرية وفيها راح تقابل شخص معين مسكين في حالة جدا سيئة ورح يطلب منك التالي تعالوا نشوف سويا ترجمة نانسيات هل فأخذهم؟ اريدك أن أعطيك على أشياء أعطيني أعطيك؟ أعطيك أعطي أين هذا المكان؟ حسنًا بحرم هذا مكان قريبا بانك جيدًا يا صديقي هم العوو لبيون مرتدي هم العوو لدي ماتجلي المرتدي داخلهم أنا امني أمي بحرية بحرقت أنا مخاطئ بأنني سيتم مرتدي العوو. افلق انهم يقفون افلق كافة افلق ياريخ defence أنت لم أكن من أفلق في قبل أنا أكثر أحد في ساتوا من النظر لا أحد ما جاء أجل أردت أن لا أسمع شماً تنظر أنه؟ ما الرسالة المحن لا يسكدا عبد هذا الوحيد حسنًا الظواف أضع يعني لا أعرف الكثير من هنا على ما فقط ولكن أكتبن أتحدث أتحدث أحدى أتحدث بالإحالي أتحدثو بإذن أحد أحولي غدته أطل أن أتأت بإذن أنت من تعتقد أن الأحيال الأعيال في الحقق الأفضل الأن أو الأحيال. لقد امنا أشياء الأحيال الأن عمنا بعضك الأحيال ولكن بعد قطوانوات عدونا تكون هذا المذكر في الأحيال على الأساسي الأحيال من الأحيال و أيضا عن الأحيال أيضا يسميهم أنهم لأجل وتسمع لأجل أنا لأجل وتسمع أيضا 그래서 ما أصدقي يمكن أن نعيشها انعي شبه مقفل تنظر فهرًا ايضاً بات لا يسألون بات سأخذك بشأنك بالأسفل مرحباً انظر هذا إنه جميل ترى ما أعني؟ هذا الفيديو يعمل أعرف هذا الرجل جيد الرجل لم يحب هذا ابقى ابقى أعرف مرحباً توقف هذا الفيديو في مدينة يجب أن تكون مضيًا في مدينة زي ما شفتو كان يتكلم على انه عصابة النايت فولك استولوا على منزله واصبحوا يعني يهاجمونه بشكل كبير جدا وصاروا يآذونه بعدها طلب المساعدة مننا وطبعا حنا قبلنا هذا الشيء وقبلنا اننا نساعده وفي اثناء المشي قابلنا العديد من ضحايا النايت فولك منهم اللي معلق على الشجرة ومنهم اللي معلق على الشجرة لكن بالمقلوب ومنهم اللي رح تحصلوا مجلود ومات على الارض طبعا لما توصل لمكان بيت هذا الشخص هذا اللي رح يصير اشrepكم اشتركوا في الارض شكرا اشتركوا في الارض أوف شكرا اشتركوا في الارض اشتركوا بأقصاد لي lleственный مكان терри شخص كان هناكci لا أكثر سungح لا أعطي لا أعطي أعطي من هنا تقوم بها تقوم بها تقوم بها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما ساعدنا هذا الشخص الان جاء وقت المكافأة هذا الشخص كافأنا بشيء جدا جدا ابو كلب يعني حتى جون مورستن استغرب من هذا المكافأة وقال ايش هذا الشيء السيء وفعلا يا اخوان لما تبيع الشيء اللي اعطانا اياه راح ينبع تقريبا من دولار الى دولارين يعني مكافأة ابو كلب درجة اولى ومن هنا تنتهي مهمة هذا الشخص صراحة مهمته جدا جدا رهيبة واستمتعت وانا اسويها خصوصا انه يعني الاجواب في الليل ومغامرات وزي كذا والنايت فولك صراحة مهمة عشرة على عشرة طيب على طاري عصابة النايت فولك هذه العصابة يعني مجنونة بالافخاخ تحب الافخاخ وتحب تتصيد الناس وتأذيهم تعالوا نشوف بعض اعمالهم الشيطانية تتصده تتصد خطمئ مت confession ايضا 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 انت بخير انت بخير شياطين شياطين عليهم افكار جهنمية يا جماعة صراحة ولا واحد في المية توقعت انه هذه الامرأة تكون مجرمة وانها راح تسوي لي هذا الشي وتطعني وزي كذا انا قلت في نفسي اول ما شفتها يعني مسكينة وتحتاج مساعدة الى اخره الا فجأة هجوم من العصابة كلها وجلدون جلد لقد زي ما تعرفون حنا دايما مستعدين وانتصرنا عليهم طيب يا لهبيين شاركونا اراءكم هل يعني صارت لكم مواقف غريبة مع عصابة النايت فول كعني هل قدها اجموكم او سووا لكم فخ او حاجة زي كذا بالنسبة لي انا صراحة مع اي تاريخ حافل مع عصابة النايت فولك ودائما لما اكون يعني معصب ولا حاجة اروح المستنقعات واجلدهم جلد ويسووا لي افخاخ وانا اجلدهم جلد فشاركونا اراءكم هل قد قابلتوا يعني عصابة النايت فولك هل هاجموكم هل سوى لكم فخ او لا طيب بكذا اصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة والله يوفقكم في الاختبارات وان شاء الله درجات زي اللهب حطوا لايك اللي يجيكم هده الان يدمر لكم الجبهة ينسيكم كل المعلومات اللي احفظوها ها يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة